بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعحمة الله وبركاته أنا معكم أحدثكم مصفى محمود جابطة من الدين في قراتة ليديو طبعا حديثنا في هذا الفيديو الآن حول مشكلة وهي هل الأرض تدور أم من قرار الشمس وهذا مثلا سنبينه في هذا الشريط بناشية الله تعالى إن شاء الله طبعا سبب حديثي حول هذا النضوع هو أن الاختلاف العديد من الناس حول هذا النضوع وبالذات حباء قلوبنا وعلماء الشريعة الإسلامية ومدينهم الشيخ الحمد من صاحب الغيمين والعلامة من باز طبعا والذي دعاني لهذا النضوع هو أنني اتشفت حقيقة ملموسة تبين لنا سبب تبين لنا دليل يعني تعطينا دليل على أن القمر أن الأرض هي للتدور وليست الشمس وهذا ما سنبينه الآن وسبب حديثي أغل أيضا ومدعاني لعدة هذا الفيديو هو أن الشيخ محمد بن عزيمين رحمة الله تعالى العلامة المعروف طبعا قال في أحد الفتوى حول هذا الموضوع قال إننا لا نسلم إلا بظاهر النصوص ما لم يدف لنا دليل ننموس واضح نراه رأي العين وننمسه كما ننمسه ثيابنا لا نصدق بهذا الأمر حتى يثبت لنا ذلك فلابد من دليل وإلا فقال العلامة بن عزيمين فإننا نأخذ الأمر في ظاهر النصوص الشرعية التي تؤثر أن الشمس في التدور ولكن الحقيقة العلمية التي ستثبتها الآن هي أن الأرض هي التي تدور وذلك بالدليل والبرهان الذي يستطيع أن ينفق أي شخص في حياته اليومية ويستطيع من خلال في بيته أن يشاهد هذا الدليل الذي يؤكد أن الأرض هي التي تدور في البداية أعزائي المشاهدين سنذهب إلى زحل لنرى حركة القمر حول الأرض والمعروف أن القمر تدور مرة من واحدة في الشهر حول الكرة الأرضية أحيان كل 30 يوم وهذا الذي نرى الآن في البداية سوف نذهب إلى زحل لنشاهد حركة الأرض اليوم 18-18-2115 سوف نبحث عن الأرض أولا سوف نرى سوف نرى السحل سوف نذهب الآن إلى الأرض هذا القرض وهذا الأرض سوف نجعل مكانة رؤية تلك استوى سوف نرى الثالث سوف نرى القمر والأرض في هذا الشهر الآن سنحرك ثمان هي عبار عن هذا في هذا نمر سنشاهد القمر تدور حول الأرض مرة واحدة في الشهر هذا ما ساء نرى الآن من ثلال هذا الفيديو الآن يوم 18-12 و21-15 سنحرك القمر بدورة كاملة حول ثورة أرضية يعني نشكو يوم 18-21 و16 وين بيكون القمر لمشي ثلاثة نحن 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 نتالي صحيح من أثمن عديد الدورات الآن على نفسي شكو الآن نحن نحن نتالي يوم 18-18 وهكذا أكمل القمر دورة كاملة حول الطور الأرضية اليوم 18-18 1-18 1-17 12-18 1-18 1-18 1-18 1-18 أو الأرض وهذا ما هو معروف ولكن لنبينه أن الأرض تدور حوله القمر مرة كل شهر مرة واحدة كل شهر والآن ما الذي سنرى فوق صحراء هل سنرى قمر يدور مرة واحدة في الشهر يعني تبقى ثابتا في مكاني هكذا إلى أن يكمل دورة كاملة يعني مفروض أننا شخص القمر إلا في الفترة التي يأتي فيها القمر على الجهة التي فيها مثلا ليبيا أو سعودية أو غيرها من الدولة وما أن يكون تبدو مرة واحدة الاختراع وكذلك نقطع الظهر فلاحظ القمر وكذلك 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة